لماذا أصبحت ليلة القدر هي ليلة الخرافات الإسلامية بامتياز؟ ما هي أكبر عقدة يعاني منها رجال الدين المسلمين؟ لماذا يكذبون على الناس بهذه السهولة والصلافة؟ ولماذا تصدق الناس؟ لماذا كل هذا الارتباك وعشرات التناقضات المفضوحة في الروايات الخاصة بليلة القدر؟ ما الذي يحاول الروايات إخفاءه عن المسلمين؟ وفي ختام الحلقة سأتساءل هل أن الناس تؤمنوا تلقائيا وتصدق بالخرافات؟ أهلا بكم أصدقائي وحلقة جديدة من أوهام الدين لماذا أصبحت هذه الليلة هي ليلة الخرافات الإسلامية بامتياز؟ هناك كما نعرف أساطير إسلامية كثيرة تبدأ بالمعراج وبالقرابين ولا تنتهي بليلة القدر نتساءل لماذا لا أحد يعرف ما هو القدر أصلا ككلمة؟ هل هو القدر أم القدر؟ أو القدر؟ طبعا هذا هو حال كل شيء في هذا الدين الذي يسمى الدين الصحيح فلا تجد فيه أبدا أي شيء صحيح واحد أو متفق عليه يعني الصحيح بمعناها البسيط أي مثلا عندما أقول واحد زائد واحد يساوي اثنين مثلا أو أن تصب شيء واحد مثلا هذا أحمر ليس بأبيض حتى هذه القضايا الأساسية البسيطة لا توجد في هذا الدين لا يوجد تعريف واحد لقضية واحدة ولا قيمة واحدة ثابتة دين كل شيء فيه زئبقي غير ثابت متحرك مع هذا يصرخون جميعا أنه ثابت 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 وأنك تخرج على ما هو معلوم من الدين بالضرورة ولا تعرف ما هو هذا المعلوم المعلوم هم يحددونه فقط وحسب حاجته وحسب توجهاتهم الخاصة السؤال لماذا جعلوا هكذا حال هذا الدين الذي تؤمن به الناس؟ ألي كي يحكمون أمر الجميع ويفرضون أنفسهم عنوة عليهم؟ يبدو أن هذه هي الحقيقة ويبدو أن هذه الميوعة وهذه البقية في النصوص الدينية والأحكام مقصودة الفكرة يبدو أن أصنع أساطير لفق حكايات لفق أحاديث انشر معلومات متضاربة احتار عدوك فيك بل حتى الصديقك يحتار فيك ولا بد أن ننوه أنه عندما تناول ليلة القدر ليس لأن المناسبة ليلة القدر حدثت يوم أمس أنا تركتها تمر أنت لا يكون هناك نوعا متوافق مع أن هذه الليلة أنا لا أنشر أشياء بمناسبات إنما لدي أشياء أتحدث بها وأعتبرها أمثولة لقضايا أكبر بكثير منها الحقيقة ليلة القدر برأيها هي بسيطة جدا لكن التماعن فيها ودراستها تؤشر إلى قضايا جوهرية وأساسية في طبيعة الدين الإسلامي أو طبيعة الأجيان عموما أيضا الأجيان خاصة التي ظهرت بعد المسيح وهي من أتي طبعا الديانات التوحيدية القدر هي مسألة أصلها بسيط جدا ولا علاقة لها مباشرة بالإسلام لها علاقة بعقائد الناس قبل الإسلام هذه الليلة تعبر بها الناس عن حبهم لعبادة الله وأداء الفرائض وقامت الصلوات وأيضا يشعرون بها بالانتماء مع بعضهم بالصلاوات أن يصلون سويا هذا أمر أساسي بعد جميع البشر والحقيقة هي ليلة عيد الميلاد لكريسمس وذكرها القرآن كل ما في الأمر لكن ذكرها بالقرآن سبب مشكلة لرجال الدين المسلمين هذا أمر غير مقبول بالنسبة لهم لأنهم جاي أساسون دين فلابد أن يخترعون قصص مناسبة لتحريف هذه الحكاية وكانت النتيجة هذه المحاولات هذه الفوضى من الأحاديث المتعارضة المتناقضة التي لا أحد يعرف أصلها من فصلها ورح أقدم قائمة بها ممكن توقفون الفيديو وتشوفون تفاصيلها كل ما أروي عن هذا الموضوع تفصيل حتى لا أطول الموضوع يتغير مع تغيري السنوات إذن هل ليلة القادر في الصيف أم في الشتاء أم في الربيع أم في الخارج هل هي في تناسب هذا أم تناسب ذاك يعني في كل سنة تصبح ليلة القادر في يوم مغاية هكذا نتعامل مع التاريخ والغريب أنهم نسجوا يعني أحاديث من مثل إني أريت ليلة القادر وإني نسيتها أو أنسيتها فلتمسوها في العشر الأواخر من كل وطر الحديث رواه البقاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري وهناك من قال إلتمسوها في العشر الأواخر من رمضان ليلة القادر في تاسعة تبقى في سابعة تبقى في خامسة تبقى هل هي الليلة السابعة أم الليلة التاسعة أم الليلة الخامسة أم في العشر الأواخر لاحظوا هذا التداريخ الغريب وكلها أحادي صحيحة هذا الحديث رواه البقاري أيضا هذه تعني ابن عباس هي في العشر هي في تسع يمضين أو في سبع يبقين يعني ليلة القادر حديثين متراقلين الأول يقول أن سبب نسيان الرسول لها هو أنه أيقظه بعض أهله وروي هذا من طريقين عند البقاري وعند مسلم عند البقاري ومسلم أيضا عند البقاري برقم 2023 ومسلم برقم أكبر أربعة وسبعون أن سبب رفع وليس نسيان رفع للقادر هو أن رجلان تلاحى عند الرسول عن عبادة بن الصامد قال نعم القرآن عندما تحدث عن ليلة القدر فلم يطلب من أحد أن يحتفل بهذه الليلة تتحدث عنها ووصفها إن أنزلناه في ليلة القدر يعني أن القرآن نزل في ليلة القدر ولم يقل لك أقم هذه الليلة ولم يقل لك التمسها في العشر أواخر من رمضان أو في السبع أواخر أو أنها أخفاها الله تعالى كي لا يعلمها حد وكي يعذب خلقه عشرة أيام وسأسرد عليكم مجموعة من الأحاديث أن ما هو ما أشار إليه القرآن غير ما أشار إليه الحديث الشيء المهم الذي أذكره أنه يغيب كثيرا عن ذهن الباحثين أن الدين صناعة بشرية هذه الصناعة تم إنتاجها اعتمادا على نص مقدس وهاي الصناعة طر لأن تقول أنها لم تصنع شيئا هذه اللعبة الدينية يعني يقولون أن كل ما فعلناه هو أن الاستنباط والاستدلال والقياس ومن خلال نص مقدس أتانا من السماء وشرتك أو عن طريق نبي ووحي هذه الكذبة كبرت وأصبحت فقها وعقيدة وشريعة وها هي كل قصة يعني لا بأس أنه ما عندنا مشكلة أنه صار صارف فقه هو شريعة وعقيدة لكن التمسك بيها وأتبارها قضية لا تقبل النقاش هو هنا المشكلة المشكلة للناس دائما تحتاج فقه تحتاج عقيدة تحتاج شريعة لإدامة علاقاتها وتنويعها هذا شيء طبيعي لا بأس بيه حتى الدستور الآن لساتير الحديثة أمر مفهوم الناس لا تستطيع أن تعيش معا إلا وفي قوانين ونظم تعيش من خلالها لكن أن تجي تفرض أشياء قديمة على الناس بهذه الحجة أو تلك فهذا أمر مختلف تماما أيضا عندما تحدث أن هذا الدين صحيح وثابت كلمة الدين نفسها بالقرآن الكريم وردت مئة مرة هذه الكلمة الوحية تستحق عشراء جراسات وكلها بها تناقضات وهذه التناقضات والمعاني والدلالات لا نهاية لها أيضا لا مر نفسها مع كلمات مثل الإسلام الوحي الله والنبي والنبوة كثير من الأشياء والقرآن أيضا كلمة القرآن والمصح لكن عندما نتحدث عن ليلة القدر كنموذج لطريقة تعامل رجال الدين مع المناسبات التي يعتز به الناس سابق على الدين الإسلامي هم يغادرون عقيدة الناس فورا كان الحل تقبل هذه العقائد وتكيفها لحاجات وأغراض الدين الجديد نص القرآن الغامض والقابل للتفسير والتعويل إلى ما لا نهاية كان هو فرصة مناسبة لتأدية هذه المهمة يعني حتى الرسول نفسها أيضا كان قائد وكان رسول ونبي شاف أنه شعيرة الحج أمر لم يكن من الحكمة اعتبارها جزء من الوثنية أو الشرك أقر الموضوع وبقيت حتى يومنا هذا لكن رتبها وضطرها بإطار الإسلام وانتهى الموضوع حديث عمر عن تقبيلة للحجر واضح قال أيضا حديث عن أنه كان مع الرسول قبل الحجر في أثناء البعثة في مكة بدايات البعثة كانوا يقول أليك أننا نرأي كفار قريش بسبيل عندما كنا نقبل الحجر لا أكثر ولا أقل لكننا لم نكن نؤمن به إنما هو مجرد حجر أنا أشوف هذه البراغماتية الدينية هي طبعة طابع الإسلام بأكمله وما زلنا نقضع هذه البراغماتية نفسها فأصبح من الجائزة الكذب الرياء والنفاق وأصبحت الحياة المنافقة للإنسان العربي المسلم حياة طبيعية وهي الشيء الصحيح وحتى كثير من الناس اللي سافروا إلى دول الأوروبا الغربية الكاثرة بين قوسين سيلاحظ أن النفاق الذي اعتادت عليه شعوبنا يجد هناك غير موجودة وإنما سيستم مختلف تماما أنك تكون صادق في قوايك وأفعالك هذا عموم الناس المجتمعات في تلك المناطق لأنه ما يحتاج يكذب ليش يكذبه هو عمل واضح كل شيء واضح إلا ما يعني لا يلي عني أنه ليست لديهم الكاثيب لكنه ما يحتاج النافق لأنه ممكن أن يقول أي شيء النقطة الثالثة اللي أريد أشيرها أن هذه الليلة تحدث مرة كل عام كما والحال مع ليلة الكريسمس لكن عندما نبحث سورة القدر نشوف أنها ليلة واحدة حدثت مرة واحدة فكيف لم تتكرر سنويا بالمعنى الديني الموجود فهذا السؤال هل حدثت مرة واحدة وانتهى الأمر عم أنها تتكرر ثم من الذي نزل في هذه الليلة هل نزل القرآن أم نزلت كما يقول الباحث في لكسنبرغ يقول أنه لا أنزل فيها تعليمات تعليمات عربية لا شك فيها مثل في هذه الحالة القدر ولكن لا نفهم معناها في النص القرآني في فياس النص علينا أن نترجمها أولا إلى السوريانية لنفهم مفهومها فأنا ترجمتها للسوريانية طلعت معي بالسورياني حلقة وحلقة مرادف لبيثيلدا وبثيلدا تعني الميلاد وبثيلدا تعبير أيضا للنجم نجم الولادة يعني النجم الذي يحدد مصير المولود الجديد فإذا من جهة عنا النجم وعنا الولادة فأنا ترجمتها بهالمعنى نجم الولادة ليلة القدر ليلة نجم الولادة أو ليلة الولادة يعني ليلة الميلاد أنزلناه أعتبر نزلناه المسيح وليس القرآن حلقة في سبيل الله ألف شهر فتعجب المسلمون من ذلك فنزلت إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر إلى آخر قال خير من التي لبس فيها السلاح ذلك الرجل وعند الشيعة مشترون ندخل كما في القرآن تعمل العهد القديم نفس كلمة نزلة باللغة العبرية للتعبير عن نزلة كلام الله الحاصل في ليلة القدر فصرها الجلالين أي شرف والعظم ويرى التبري ليلة القدر وهي ليلة الحكم الذي يقدر الله فيها قضاء السنة وهو مصدر من قولهم قدر الله قدر الله عليه هذا الأمر فهو يقدر قدرا سهما يرى أن الكلمة أرامية وتعني الظلمة فيقول معنى الآية حسب رأيه إن أنزلناه في ليلة مظلمة إذن أنت تقول القدر هو تعني الحظ والنصيب تراك ما ليلة القدر أبعا هذا السؤال يريد أن بالنسبة إلى أهمية هذه الليلة يطرح هذا السؤال ما أدراك كما ليلة القدر أيوة ليلة القدر خير من ألف شهر فإذن هنا الليلة مقتصر صلاة ليلة القدر هلأ ليلة القدر خير من ألف شهر هذا التشار تشرح لنا ما معنى الليلة هنا زميل من سوريا سألته عادة أن نقارن شيء بشيء مثلا نقارن ليلة ممكن نقول ألف ليلة ولكن كيف يقارن القرآن الليلة بالشهر قال لي أنه الشهر أطمئ للليلة قلت له ليش ما يقول سنة قال هيك قال لي فأيذن كيف قلت له شوف أنت تصلوا بالنهار صلاة النهار لها أجرها قال لي صحيح قلت له لكن صلاة الليل أجرها أكبر ولذا القرآن يقول ومن الليل تهجب به نافلة لك قال لي صحيح قلت له فأيذن بما أن صلاة الليل أهم من صلاة النهار القرآن يقول هنا عن صلاة هذه الليلة ليلة القدر خير من ألف شهر عربي حتى كلمة الشهر من السوريانية بمعنى السهر عربيا يعني صلاة الليل هي السهر فقال لي بعدين لكن لفظ السهر ركيكي يعني بالقرآن شهر أطول تقول له معك حق مية في المية لأنه طلطة السوريانية من ألف شهر شهراء شهراء طبعا يعني يفهموها بمعنى أنه نزل الطورة أو نزل القرآن لكن تنزل الملائك وانروحوا في قابدن ربهم من كل أمر ماذا تفهم هذه الآية أو استعدى الفاضل من هو المقصود بفيها ما هو المقصود بفيها يعني في تلك الليلة آه كويس فيها آه ممكن بالنسبة لهذه الليلة موش أنه فيها بخصوص هذه الليلة كل أمر التعبير يعني أرامية الأصل لكن استعمل عادة بالصلوات السوريانية ممرة نصود بها الأنشيد أيوة من كل أمر من كل أنواع الأنشيد من كل أمر يعني من كل نوع من كل نوع لا الأمر تعني أن نشيد الأنشيد سلام هي حتى مطلع الفجر نشيد الملائكة ليلة عيد الميلاد المدر الله في العلولة في العالي وعلى الأرض السلام لبني البشر في مولد المسيح لأن الاحتفال الرئيسي لعيد الميلاد أي الكداس ما يكون نص الليل مثل في الغرب وإنما في الفجر في مطلع الفجر ولذا سلام هي أي صلوات أنا أشيد عيد الميلاد يعني تطول حتى مطلع الفجر ومطلع الفجر هناك وقتا يحتفل بالقداس المسيح عيد الميلاد هل يمكن أن نعتبر خرافات اللي ما ألها نهاية حول ليلة القدر هي دليل دامغ على دجل رجال الدين لماذا كل هذه التناقضات أنا أعتبر أن هذه التناقضات رأي أنها نموذج مثالي لجميع التناقضات التي تغص بها كتب الدين ومروياته رغم كل هذا الارتباك يطلعون عليك بكل ثقة ويتحدث معك أنها يقل لك على دين ثابت ويراهنون ليس على حقيقة ولا على الأقل ولا على التناقضات ولا لا شيء يراهنون على سطوتهم على الناس وهيمنتهم عليهم المطلقة ومنحهم من التعبير عن رأيهم أو منهم حتى من التفكير فهذا هو التعويل الأساسي لهؤلاء رجال الدين دائما تلاحظوهم أنه ويحجم الآخرين وكل من يتحرك أو يفكر أو يحاول التفكير أو يحاول الفهم هذا يتم تحييده ومن بينهم نحن الناس نحاول نفهم ونحاول نوضح الناس حقائق الأمور وإخراجهم من هذا القفص الذهني الذي وضعهم به هؤلاء الدجالون في نسبتهم الكبرى ومع الاحتفاظ والاحترام للناس الحقيقيين من رجال الدين جميع الأديان بها تلاقضات لكن التلاقضات في الإسلام لم تعد أمرا عاديا أو يمكن التغافل عنها لماذا؟ لأن رجال الدين يقولون أن هذا الدين هو دين ودولة وأن أحكامه قطعية ونهائية هذه المشكلة كيف كيف ممكن نتعامل مع دين من هذا النوع يتلعبون به كما يشاءون ويغيرون ويعدلون والناس يجب أن تستجيب كما يستجيب القطيع لآمره ولسيده هلاء لا يكتفون بهذا الأمر بل يكفرون الناس يشوهون سمعات الآخرين ويقطعون عليهم أرزاقهم وربما يفقدون أعمالهم ومصالحهم حتى علاقاتهم مع المجتمع بأكمله أو عوائلهم نفسها والآن لنطلع على مختصر حكاية ليلة القدر العجيبة هذه أولا كما قلت خرافات دارت كثيرة دارت حول هذه الليلة هذه الخرافات كان هدفها ضرب عصفورين بحجر واحد أولا صناعت أسطورة جديدة خاصة حصرية بالدين الإسلامي من جهة ومن جهة أخرى تشويه معالم الأسطورة القديمة التي تفضى بهالناس وسجلت في ذهنهم على مدى آلاف السنين قبل ذلك حتى الآن ظهرت احتفال بعيد نوروز في العراق وإيران وأفغانستان وبلدان ما زال يقاومون هذه الاحتفالات وأعتبروها أشياء غير مقبولة حتى ليلة احتفال بعيد النبوي أيضا مرفوضة بالنسبة لهم لأنه أعتبروها أشياء العلاقة بأشياء خارج الدين الدين لا بد أن يسيطر بالكامل على كل شيء كما قلنا اتفق كل مفسر القرآن الكريم على أن أنزلناه تعني نزلت على حصل هذا الأمر في رمضان وهذا الكلام لا دليل عليه حتى يعني قاويل وليس لم أجد شيء يثبت هذا الأمر لكنهم مع هذا احتاروا التناقضات في تحديد هذه الليلة عجيبة لا أول لها ولا آخر وراح أترك لكم قائمة كاملة بهذا الموضوع ممكن توقفون الفيديو وتشوفون تفاصيل والحقيقة أن العبادة الناس تحب العبادة وحاجة الناس تقرب الله مفهوما وممكن احترامها ولا بد أن نحترامها جميعا لكن السؤال هو العبادة لا تنحصر بليلة واحدة دون سواها من وقال أنه قدر تقع في رمضان مو بالضرورة وما معنى أنها تكون خير من ألف شهر ما علاقة هذا بأجر العبادة إذا تحصل أجر من هذه العبادة ستحصل أجر 90 سنة يعني تعيش تولد وتموت وانت تصلي اليلة وخلاص انتهى بعد ما يحتاج التعب نفسك هذا كلام مو معقول وغامض من يعترض من الآن على كلامي قلت هذا ما وجدنا عليه آبائنا وهذا الشيء محدد سلفا بنصوص الكتاب الكريم فما نحتاج نصيحتك أمنصور وما نحتاج أعمال العقل لأنه كناس يشتغلوا بهذه النسألة قبلك ولم تأتي أنت بجديد هنا يجب أن ننوه أنني لا أقول بأن ليلة القدر هي ليلة مليئة بالخرافات والأساطير باللي كي أنال من إيمان المسلم العادي أو غير العادي بالعكس أنا أقول يجب أن نتخلص من هذه الخرافات والأساطير من شرح رجال الدين بيننا هذه هي التي تشوه الدين والإيمان الديني لدينا على الناس أن ترتقي بإيمانها تصعد لمرتبة أعلى من المرتبة العادية الصرحية التي يروج لها رجال الدين أغلب رجال الدين وتحول الدين إلى مجموعة أساطير كايات يعني غريبة عجيبة لا يقبلها عقل ولا منطق هذا منطق شعوب قديمة كانت تعيش بطريقة بداية علينا أن نقبر على هذه المسائل ونحول الدين الإسلامي إلى دين أكثر رقطيا وممكان أن نطور نشباقين على الوضعية نفسه ونحاول نكرر الماضي بالعكس مثل الديانة المسيحية أيضا تطورت الديانة اليهودية تطورت فبالإمكان أن المسلمين الآن أن يفتحون أذهانهم ويتقبلون فكرة وجود خرافات وأساطير في دينهم وتجاوز المسألة واتبار هذه الدين مسألة روحية صافية خالصة عندما يأتي أحد مثل وينتقد الخرافات والأساطير المنتشرة بين الناس يجب أن لا نحتاج عليها ونتعود من الإنصات إليها لو نعتبر هذه المسألة إيجابية وليست مسألة فيها طعن بالدين إنما محاولة لكشف النواقص التي تعرض لها كل الدين مثلما أي مشروع أو أي فكرة أو أي قضية نؤمن بها دائما بها عوام النقص وها عوام النقص لا يمكن أن نفطن إليها إلا بالنقد المستمر وسماء الأراء الأخرى هذا هو الهدف من كل كلامي ليس الهدف ولا الإساءة إنما تقديم شيء نافئ للناس يديم الألاقات بين الناس ويأكد على أولويتها أولوية أن تكون الألاقات دائما ألاقات ودية متفهمة منفتحة يعني أبن مانا يعني كل واحد ورائل المهم أقول أن الآية التي تقول بأنها أنزلنا في ليلة القدر تستطيع التساؤل أنزلنا ماذا وهذه الإضافة على من تعود التفاسير السلف كما نعرف بدءا من الطبري الذي هو أقدم ويمفسر قبل مقاتل لكن هو الطبري المضبوط أكثر واحد قالت أنزلنا القرآن فيها وما قدم أي سند ودليل على هذا المعنى كما قلت باستثناء رأي ابن عباس الحقيقة أين الحقيقة أن هناك علاقة بين هذه الليلة وليلة الإنقلاب الشتوي ومن 21 إلى 25 كانون أول يعني تقريبا هي نفس فترة ميلاد المسيح أو التي تسمى الاحتفال الكريسمس والقضية لأن الدين الإسلامي القرآن هو واضح على المسألة بهذا الخصدد وحتى لو كان القرآن ليس بالضبط يقصد هذه الليلة كان يقصد قيامة المسيح وأيضا يوم لها علاقة بالقيامة المسيحية السبب كما قلت هو أن الدين الإسلامي دين شديد للعزالية والنرجسية ورجالهم يتطيرون بشدة من أي إشارة في دينهم لديانات ومعتقدات الآخرين لديهم رغبة دائما بأن يصنعون دينهم ويصورون هذا الدين نازل من السماء مباشرة لا علاقة له بالتاريخ ولا التدعيات الزمن والأحداث ولا الأماكن هو كل شيء جاهز مجهز يعني مجرد هذا الدين هو حبايا تأخذها حبة كاملة كاملة مكملة يعني لا علاقة بالزمان ولا بتطورات الأحوال والحقيقة قدماء المصريين الفراعين القدماء تبرو هذا اليوم هو ميلاد أوزوريس وابن حورس في روما القديمة قبل السن المسيحية وحتى بعدها كان هذا احتفال للإله ساتورن وقبل أيضا كان ايضا يقال كان احتفال بين ميلاد الإله أدونيس وباخوس بأيام الحضارات الغريقية والهينستية والرومانية اليابان أيضا يابان والصين كان يحتفلون بهذا اليوم اليابان كان تحتفل به من القرن السابع عيد بزوغ إله الشمس ما عرف اسم أما تراسه بالصين كان اسمه عيد دونغ زي بلاد فارس إيران كان أيضا هو عيد إله الشمس مباشرة الأباء المسيحيين اعتبروا هذه الليلة هي ليلة ميلاد سيد المسيح الكريسمس تم قرار هذا الأمر من قبل البابا سنة 354 كانوا طبعا يحتفلون بالربيع قبل هذا الآن العالم يأكمل يحتفل بهاي الليلة كل سنة والسبب هو واضح السبب طبيعي أنه شروق الشمس هاي الليلة دون شعاء لأنه تيجي الشمس بشكل شبع عمودي رح يكون الشعاء مالتها يخترق أطول مسافة داخل الجو وهذا يأدي إلى انكسارات متعددة للضوء وأيضا بالتاريخ المسلمين ما ذكروا هالموضوع ما عدم هذه الفكرة لكن هناك حديث يقول أنه انكسار الأشعة الشمس وغياب الأشعة الشمس أكو حديث من هاي الخوارث من فقط الذي ذكر هذه القضية الآن بالنهاية راح يكون هنا أمام حقيقتين الأولى حاديث كهنوتية مزيفة عن هذه الليلة قائمة كلها على حاديث أحات هو موضوع تاريخي مثبت وقديم جدا يعود لأكثر من أربعة ألاف عام وتدعم حقاق المثابتة والأثار والرموز اللي ممكن واحد يبحث عنها عن هذه الليلة وأترك لكم الخيار الآن الخلاصة أو تساولاتي الفكرية ربما هالفقرة كثيرة من الناس ما يحبوها يعني بلكن هو هذا السؤال الأساسي دائما ومشروع القناة بيكمل هو أنه نفكر السؤال هل أن الناس ما يتعلق بليلة القدر هل أن الناس يميلون بطبيعتهم للتصديق بالأقاول والخرافات أم أن قوة الواقع اللي يعيشون به هي تشجعهم على هذا الأمر يعني السلطات الحاكمة أو المهيمة على حياتهم هذا السؤال يعتبرني ضخم جدا ويحتاج إلى التفكير عميق لكن لدي مصدرها الرجال القوة المهمة على المجتمعات يروجونها دائما أو هم يؤمنون بهذا المسألة على الأقل يقولون بأن أغلبية الناس الطبيعة هم آطفين وجهل ولا يحبضون الاستجابة للواقع والتعامل معه بواقعية وموضوعية وهذا التصور يعني منتشر جدا حتى وصل يعني حتى بين الطبقة المتعلمة والمثقفة فيقول لك دائما يتهمون الشعوب بأنها جاهلة وبالتالي يؤولون ما يحدث بحق لاحقا هذا يثير الشك ورأي الخاص أقول أن الناس لا يصبحون جهلة إلا بفعل فاعل وبقضية قصدية ويتم التنكيل بهم أكثر فأكثر على اعتبارهم جهلة وهذا الأمر أوضح ما يكون على النساء يقول لك ناقصة عقل ودين إذا أنت بالخبرات وبعد ذلك تتهم بالجهل فهي نفس الفكرة تتهم الشعوب بأكملها بنفس الطريقة أنت تعزل وتحجب ولا تحقق المساواة داخل المجتمعات وبالتالي تجد تشوف عندما يكون الناس جهلة فأنت تأتي وتقول شوفوا كلام صحيح الناس جهلة فهذا نوع من التبرير والشرعنة لإيذاء الناس ويغوب حقوقهم بعد ذلك تحول إلى إيمان أنه طبق الحاكمة وحتى الطبق الشعبية تؤمن بجهلها وتؤمن بأنه هذا أمر مفروغ منه ولا يمكن معالجته وهذا حين إلى معنى مصطلح إيمان وهو تصديق بدون دليل وهذا هو بالضبط ما تحتاج القوى الحاكمة دائما تخلق إيمان داخل الناس يمنع استخدام العقل ومعرفة وتحليل ما يجري يعني وهذا معقول لأنه انت تشوف هذه القوى الحاكمة إذا استخدمت العقل وقدمت لكل حجة تقولها دليل عقلاني ومنطقي فما لا تستمر بالحكم إلا بضعة أيام أخيرا هناك أمر خطير جدا ويشمل كثير من التفاصيل وليخفل عن أغلب الناس وحتى الباحثين وهو أن الأسطورة ومنها لا يتقضع على سبيل المثال حين تتحول هذه الأسطورة إلى حقيقة يومية يعيش الناس ويؤمنون بها تصل لدرجة غير قابلة للنقاش ولا حتى المسائلة هنا هذه الأسطورة تخلق بردعم أو معيارية خاصة بها ونسق خاص بها ويبدو هذا النسق بعد ذلك حقيقي لأنه يتغلغل بالواقع ويصبح أمر لا يناقش وكلما أصبحت هذه القضية وهذه الأسطورة بأكثر بديهية الواقع سيبدأ غير نفسه بنفسه حتى يتأقلم معه وهذا هو سبب يأدي دائما لعدم فهم خطاب من شخص يحاول يفكر مثلي مثلا أو خطاب من إنسان متخصص ويستخدم من مناهج الباحث العلمية هو هذا سبب صعوبة اختراق الباحث والمفكر والمثقف لواقع أنه هو محاولة تغيير لأنه هو داخل النسق ومتكامل المجتمع يبدو مع الأساطير التي تنتشر فيه يبدو هما يتبادلون الأدوار فيما بينهم كل واحد يعزز الآخر يصبح بالتالي الواقعي أسطوري والأسطوري واقعي ومنها على سبيل مثال أسطورة ليلة القدر وكما قلت كانت معروفة الشعوب المنطقة جيدا ببن الشعوب العالم بأكمله تقريبا وعلى أساسها جرى تأريف قصص متنوعة عن هذه الليلة وبناء هي زبدة الفكرة شنو زبدة الفكرة قامت صلوات هي هاي الفكرة لحدث طبيعي وهذا الأصل تحولت إلى أسطورة وخلق حكايات أجوا المسلمين أتم دينهم الخاص كما قلت تلقوا هاي الحكاية مالتهم وبناء على ناس مقدس هو أصلا هو نتاج ثقافة وفضاء آرامي سامي خاص لديه أساطيره وحكاياته الخاصة الموروثة فأجي القرآن وقال أنه هذا أنه عنزل له في ليه القدر والتفسير كما رأينا لمقترحات كثيرة حولها أجوا المسيحيين لبسوها لباسهم الخاص وبعد ذلك أجوا المسلمين أيضا لبسوها لباسهم الخاص يعني هي عملية تخصيص يعني عندما أنت مثل واحد يشتري سيارة مثلا موديل ممتاز مثل مارسلس هو غني جدا هذا يسوي الموديل الخاص فيطلب من الشركة أن يسوي لها نسخة خاصة به فيسوي لها كستمايزيشن هذا يقول لك أنا مالتي والماركة مالتا والعلامة لبرانج مالتا وشغلة فيجري تعديلات فالأديان هي نفس الحالة هي تنتحل صفة صفة موجودة في الطبيعة في العالم في الحياة في الذهن في الفكر وتخصصها وتحولها بشكل خاص وحتى تنتحل صفة